أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول في هذه الحلقة سوف نقوم بفتح الصندوق الخاص عفواً الجيلاتينة أو الكرتونة الخاصة بهارد SSD الذي بين أيدينا طبعاً الموضوع لا يحتاج لفتح صندوق لأنه ليس له معدات كثيرة أو معه معدات كثيرة ولكن سوف نقوم بفتح هذه الجيلاتينة ونتعرف على هارد SSD والفرق بينه وبين هارد HDD أو الهارد الميكانيكي العادي بالبداية أصدقائي كما نلاحظ أن هذا الهارد من شركة كينغستون يوجد شركات أخرى تصنع هاردات SSD مثل سامسونج مثل وسترين ديجيتال مثل HP جميعها شركات جيدة ولكن ملاحظة أو يعني كما يقولون نصيحة مني شخصياً أنا أفضل هاردات الكنغستون وهاردات السامسونج فقط هاردات الـ HP جيدة هاردات وسترين ديجيتال جيدة كله جيد ولكن هذا بالنسبة لي شخصياً أنا أفضل هاردات كينغستون وسامسونج فقط طيب كما نلاحظ أصدقائي مكتوب على الكارتوني هاهنا أن هذا الهارد بسعة 240 جيجا هو أسرع بعشر مرات من هاردات الـ HDD الميكانيكية العادية تماماً إذن هذه أهم ما يمكن أن تقرأه على هذا الصندوق أكيد هو بوصلة ساتا مكتوب عليه أنه ساتا إضافة إلى أن رقم الموديل الخاص به هو A400 طبعاً نقوم بقلب هذا الصندوق إلى الخلف نلاحظ وجود السيريال نمبر الخاص به بالإضافة إلى كتابة من داخل الكارتوني هنا الكارتوني يعني مفرغة ومكتوب على الـ HDD 240 جيجا بالإضافة إلى إعادة رقم أو كتابة رقم الموديل مرة أخرى بالإضافة إلى بعض الكتابات الأخرى التي قد لا تهمك إذن أصدقائي سوف نقوم بفتح هذا الصندوق أو هذه الكارتوني فقط هذا هو يعني ما داخل هذه الجيلاتينة فقط الهارد الـ SSD مع صندوقه الخاص الآن أصدقائي سوف أتكلم عن الفروقات بين هارد الـ SSD والهارد الميكانيكي الـ HDD ولماذا أنا فضلت هارد الـ SSD بداية أصدقائي سوف أتكلم عن معنى عبارة SSD و HDD بالهاردات كلمة SSD بمعنى آخر سوف أقوم بتعريفه بشكل شخصي هو عبارة عن فلاشة بمخراج ساتا طبعا هذا التعريف الكوميدي من قبلي أنا اخترعته إذن هو عبارة عن فلاشة ولكن بمخراج ساتا لماذا قلت ذلك؟ سوف تعلم من خلال القراءة التي سوف أقولها لك ما معنى هذا الكلام هارد الـ SSD هي اختصار لكلمة solid sata drive أي أقراص الحالة الصلبة انتبه أقراص الحالة الصلبة وتتكون من رقاقات صغيرة تحفظ المعلومات داخلها بشكل دائم بالإضافة لدارات تتصل بها إذن هو عبارة هذه الفلاشة إن قمنا بتفكيكها سوف نلاحظ أن داخلها IC صغيرة نفس الشيء موجود داخل هذا هارد الـ SSD ICات صغيرة متصلة مع بعضها عن طريق دارة الكترونية تعطيها التغذية وتحفظ عليها المعلومات إذن داخل هذا الهارد لا يوجد قرص ولا يوجد إبري كما في هاردات الـ HDD أما بالنسبة لهاردات الـ HDD التي بين أيدينا أو أقراص أو ما تسمى بهارد ديسك درايف محرك القرص الصلب ونلاحظ عبارة محرك داخلها وهي تتكون من إبري مغناطيسية بالداخل إبري مغناطيسية في الداخل ويوجد محرك ويحمل قرص تماما داخلي يقوم هذا القرص بالدوران وهذه الإبري بالتحرك فوقه بكتابة مغناطيسية عليه تماما هذا هو الفرق بين الهاردين بشكل ميكانيكي أو بشكل الكتروني إن أتينا الآن إلى مقارنة بين هذين القرصين ما الفرق بينهما بشكل عام؟ الفرق بينهما أصدقائي الطاقة ها هنا قليلة جدا بالنسبة للطاقة المصروفة في هارد الـ HDD إذن هنا إن كان موضوع هذا الجهاز الهارد على جهاز يستهلك طاقة معينة أو يوجد به بطاريات أو ما شبه هنا الطاقة المصروفة قليلة الطاقة المصروفة عالية بسبب وجود المحرك الذي داخله بالنسبة لإقراص الـ HDD هنا رخيص الثمن نوعا ما مقارنة بإقراص الـ SSD لماذا؟ لأن التصنيع أولا مضى عليه زمن وأصبح من الطرازات القديمة والآن أصبح يوجد الـ SSD وهو المنافس الشديد لو بالتالي أصبح رخيص وما زال هاردات الـ SSD ما زال تصنيعها جديد فبالتالي ما زالت غالية الثمن المساحة في هاردات الـ HDD صراحة عالية تصل لـ 6 تيرا بينما المساحة هنا في هاردات الـ SSD حاليا موجود الـ 1 تيرا بين أيدينا طبعا هذا الـ 250 تكلمت أنه يوجد في السوق هاردات 1 تيرا وقت أن الوصول للنظام أو الوصول للويندوز وسطح المكتب في هاردات الـ HDD قد يصل حتى الـ 1 دقيقة من تشغيل الجهاز بينما في هاردات الـ SSD خلال 15 ثانية أو أقل قد تصل أو أكيد سوف تصل لسطح المكتب والويندوز عندك طبعا وأنا شرحت في القناة وعملت استعراض سريع لـ Hard HP بالوصول للويندوز وكان فعليا خلال 16-17 ثانية داخل الويندوز الحرارة في هاردات الـ HDD عالية وهذا الشيء يعرفونه فنية صيانة عندما يفتحون جهاز لمس على الـ Hard سوف تجد هناك حرارة عالية عليه بينما هنا لا يوجد حرارة أبدا سرعة الكتابة والقراءة على هاردات الـ HDD الميكانيكية العادية بطيئة نوعا ما مقارنة بالـ SSD حيث أن سرعة الكتابة والقراءة على هاردات الـ HDD هي من 50 إلى 150 ميجا بايت في الثانية بينما في هاردات الـ SSD من 200 إلى 500 ميجا بايت في الثاني إذن سرعة عالية في النقل والنسخ والقص واللصق وما إلى هناك من أعمال على الويندوز هاردات الـ HDD تتأثر بأمور كثيرة منها الاهتزازات هذا الـ Hard يجب أن يكون داخل كيس جهاز كوميوتر لا يتعرض للإهتزاز لا يتعرض للصدمات لأن هناك إبرة تكتب على القرص الداخل وتهتز وفي حال اهتزازها سوف تسبب باد سكتورات وما إلى هناك هذا الـ HDD يتأثر بالمجال المغناطيسي يعني إذا كان عندي محركات وما إلى هناك أو أجهزة فيها مغناطيس قريبة من الكيس قد تؤدي إلى تلف المعلومات داخله أو إذا أحدهم قرب مغناطيس عليه قد يؤثر على المعلومات المكتوبة بالداخل هذه الـ Hard SSD لا تتأثر بالإهتزازات كثيرا لا تتأثر بالمجال المغناطيسي المحيط عليها لأنه لا يوجد قرص داخلها إذن يجب الحذر في هاردات الـ HDD والتعامل معها بلطف مقارنة بالتعامل مع هاردات الـ SSD يعني صراحة يسأل البعض إذن أنا ماذا أشتري؟ هذا هارد كبير وبسعر منخفض نومة عن ما هذا هارد سريع ولكن بسعر غالية إذن ماذا أشتري أنا؟ سوف نتكلم الآن عن بعض الأمور التي تجعلك تشتري هذا الـ Hard أم هذا الـ Hard إذا كنت تهمك المساحة ولا تريد الدفع كثيرا ولا يهمك سرعة نقل البيانات كثيرا عليك بهاردات الـ HDD ويمكنك شراء هارد 2 تيرا أو 4 تيرا وما إلى هنالك بينما إذا كانت لا تهمك المساحة كثيرا أعمالك معظمها Word وإكسل وما إلى هنالك وتريد سرعة أكبر بالوصول إلى بياناتك ما لك إلا هاردات الـ SSD طيب هل يوجد هناك حلوسط؟ أكيد يوجد هناك حلوسط كالذي أنا أستخدمه حاليا وأنصح به الجميع وأكثر الفنيين يستخدمونه وخاصة العاملين في مجال المونتاج ومجال الألعاب وما إلى هنالك الحل الوسط هو شراء هارد SSD صغير للنظام كهذا مثلا 240 جيجا أو 500 جيجا وشراء هارد HDD بمساحة كبيرة للبيانات أنا أقوم الآن سوف أقوم الآن بتقسيم هذا الهارد قطعتين C و D تماما C بمساحة 100 جيجا تقريبا أجعل عليها النظام و D سوف تكون بمساحة 120 تقريبا أو 110 يعني حسب ما يزيد منه وسوف أجعلها للعبتين أو ثلاث ألعاب أو لبعض الحفظ لبرامج المونتاج أو مقاطع الفيديو الصغيرة التي أخرجها عن طريق برامج المونتاج بينما هارد HDD هذا سوف أجعله لحفظ البيانات الكبيرة من مقاطع الفيديو الكبيرة والصور وما إلى هنالك على هذا الهارد وسوف أصل هذين الهاردين معا على الجهاز وسوف أحصل على سرعة كبيرة جدا إذن أصدقائي هذا يعني شرح مبسط للفرق بين الهاردين تمام ونصيحة بسيطة لأيهما تشتري هارد الـ SSD أم هارد الـ HDD للملاحظة هاردات الـ HDD بدأت بالانقراض الرغم وجود مساحات كبيرة منها وأنظمة خاصة منها بالسيرفرات وأنظمة خاصة منها بالـ DVRات الخاصة بالكاميرات الهارد الذي بين يديه هو من وسترين ديجيتال باللون النهدي وهو خاص للـ DVRات صراحة ذو عمر طويل وسرعة كتابة لا بأس بها سريعة نوعا ما ولكن في العصر الحديث وبدأت شركات كبيرة بصناعة هاردات الـ SSD تتجه لمساحات أكبر أيضا بدأت تتجه لمساحات أكبر لكي يكون هاردات الـ SSD يعني هي في الدرجة الأولى مقارنة في هاردات الـ HDD ملاحظة مهمة جدا نسيت أن أتكلم عنها في هاردات الـ SSD أو عفواً الـ SSD هذه الـ هاردات تأتي بمخرجين مخرج الـ SATA ومخرج الـ M-SATA أو ما يسمونه بالـ M2 والـ M2 صراحة هو مخرج جديد لهاردات SSD تأتي بشكل طوالي بهذا الشكل تقريباً تقريباً هي شبيهة بالفلاشة تقريباً ولكن مخرجها منها هنا يختلف عن الفلاشة ليس USB تماماً مخرجها يأتي بهذا الشكل تقريباً تتصل خاصة باللابتوبات وخاصة بلوحات الأم الجديدة وخاصة بلوحات الأم الجديدة وهو سريع جداً سريع جداً الـ M2 الجديد سريع جداً وأسرع من هاردات الـ SSD العادية بالنهاية هو اسمه SSD إن كان بهذا الشكل أو هاردات الـ M2 SSD أيضاً اسمها SSD ولكن تلك المبسطة الرفيعة تأتي خاصة باللابتوبات أكثر وخاصة ببعض اللوحات الحديثة أكثر ملاحظة هذا الـ Hard يمكن تركيبه على أي لابتوب هذا الـ Hard يمكن تركيبه على أي كيس عادي كوميوتر عادي الأنظمة التي يستطيع تحملها يبدأ من عند Windows 7 وصعوداً من عند Windows 7 تستطيع تنزيل نظام عليه وصعوداً حتى Windows 10 الذي متوفر بين أيدينا نلاحظ أن له براغي من الأسفل منها هنا وأيضاً براغي من الجانب كما في الـ Hard HDD نفس الترتيب براغي من الأسفل ومن الجانب لكي تركب على الكيس بأي طريقة أردت يميناً شمالاً فوق أعلى تحت يمكنك تركيبها هذا الشرح المبسط والسريع للفرق بين الـ Hardين شكراً لكم أصدقائي وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول شكراً لكم